تعزيز الشركة مع الصينيين بتوقيع اتفاق ايطار يتعلق بالقدرات الانتاجية هو الحل الذي وجدته الجزائر لتمويل مشاريعها الاقتصادية خلال الفترة الراهنة دون اللجوء للاستدانة الخارجية المباشرة اتفاق يهتف لتحقيق المنافع المشتركة خصوصا في القطاعات الكبرى كصناعات تحويلية الميكانيكية الطاقة المتجددة وغيرها تمويل مشاريع اقتصادية محضر عندها الامكانيات والقدرات تسترجع وتخلص الدين تحتها الصيني ما يدخل معك في شراكة الا يكون ضامن ومتأكد باللي المشروع عنده فايدة ومردودية وبالتالي عنده القدرات بها يخلص الدين تحتها وهذا موش دين هذا نقدر نعتبره ان تقديم سبق الاستدانة الاخرى اللي نتكلم عليها هي الاستدانة اللي تخلي تمشي في قطاعات اللي ما عنداش قدرات بها تسترجع وتواجه هذا الاستدانة تحقيق استثمارات مشتركة تفيد طرفين هو ما تحرص عليه الجزائر حاليا خاصة ان تجربة الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لم تعود على الجزائر بذلك القدر من الربح المتكافئ المنتظر احنا مناش راضين بالشيء اللي رانا عايشينه اليوم عن طريق الاتفاقية مع اوروبا ولهذا اليوم احنا نقعدين نفاوض بها نعاود نعدل شوية الخطر ما مش في فايدة الجزائر وتبقى الجزائر تعلق املا كبيرا على شركها تجاري رقم واحد في تجسيد المشاريع الاقتصادية على ارض الواقع وتأتي الاتفاقية الجديدة الموقعة مع الطرف الصيني في اطار الانفتاح على الاسواق الدولية وخاصة اسواق المنطقة وتهدف الى مضاعفة استثمارات الصين المباشرة في الجزائر